طيب نيجي الحكم كتابة القرد كتابة الدين بعض الناس يقول لك احنا لا نخون بعض يا اخي نحن معارف واصحاب ونيجي بعد فترة يقول لك انا مش فاكر الله اعلم انا خدته ولا لا هو كان كام انت واخد مني الف لا والله ما انا فاكر بينهم كانوا متين ولا تلتمية ويحصل النزاع وليه والخصام لذلك اطول اية في القرآن الكريم هي ايه اية الدين وكتابة الدين وتوفيق الدين توفيق الدين ليس للتخوين ولكن توفيق الدين لاثبات الحقوق لكليهما فربما مات احدهما فتعلق بذمته دين للاخر او له حق سيضيع على الورثة هو الذي ضيعه بسبب اهماله ولذلك كتابة الدين ضرورية طب ان لم نستطع الكتابة الحاجة التانية الاشهاد طب ان لم يكن هناك اشهاد يبقى الرهن وداء الذي اخرج الامر في هذه الاية من الوجوب الى الارشاد والندب لان رب العزة قال اذا تدينتم بدين فاكتبوه اكتبوه هنا فعل امر وفعل الامر يقتضي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب الى الندب هنا قتل قرينة وهي ايه وهي الاشهاد فان لم تجدوا كاتبا فان لم تجدوا كاتبا فان لم تجدوا كاتبا فالشهادة شهادة رجلين ممن ترضون من الشهداء فان لم يكن رجلان فرجل ومرأتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لما اوجد بدائل للكتابة اخرج الامر من الوجوب الى الندب لذلك قال العلماء يستحب توفيق القرض بالكتابة والاشهاد عليه فيكتب مقداره ونوعه واجله ولابد ان يكون القرض محدد الاجل لا يكون مفتوح هكذا لكن محدد وقت اما بشهر واما بسنة واما بحسب الاتفاق قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا شروط صحة القرض اربعة ان يتم القرض بالصيغة يعني واحد اعطاك هذا يطرد قرض ولا هدية ولا هبة ولا زكاة انا ما عرفش فلابد ان يحدد الصيغة لو انا خذ هذا لابد اسأل هذا ماذا اللي قرض خلاص دارنا الان في احكام القرض اللي خذ هذا هدية مني لك ما ينفعش بعد ان تكون هدية يقلبها القرض لان القرض واجب الرد لكن الهدية هل يجب الرد هل تجب الرد الهبة المقبوضة هل تجب الرد الزكاة هل تجب الرد لا فلابد من الصيغة ان يقول هذا قرض حتى يحدد ان يكون العاقد العاقدان سواء كان مقترد او مقرد بالغا عاقلا رشيدا مختارا ما جيش استلف من عيل صغير صبي لسه لم يبلغ او انسان مجنون او واحد سفيه لابد ان يكون له اهلية في التصرف والتعاقد ان يكون مال القرض مباحا في الشرع ما يجيش واحد يقردني خنزير او يعطيني قرض خمر مثلا او يعطيني قرض مال كل ربا ويجام من ربا يقول لك خذ اخلص منه بالقرض اهو اسلف للناس لا لابد ان يكون مال القرض مباحا في الشرع حلالا ان يكون مال القرض معلوم المقدار ما يجيش يقول لي مثلا خذ هذا الكيس فيه شعير او فيه قمح او فيه رز وهو قرض طب وزنه اديه ما نعرف ونجد نتخانع بعد كذا هو يقول لا كان فيه عشرة كيلو ويقول لي لا لا ده كان فيه تمانية بس فلابد ان يعرف المقدار وان يكون معلوم المقدار قبل القرض اذا دي اربع شروط الصيغة ليخرج منه الهدية ويخرج منه الهبة وغير ذلك من انواع التعاملات والزكاة فلابد من الصيغة بالاجاب والقبول بالقرض او يقول اقردتك هذا ونسكت لحد ما مشينا هل يعتبر القرض قام او العقد قام لا لابد ان يقول اقردتك هذا اقول قبلت القرض فيتم القرض حكم القرض ان انه جائز مباح ومندوب بالنسبة للمقرض لانه عقد ارفاق واحسان اما للمقترض فقلنا انه مباح والاصل ان لا يلجع الى القرض لان الدين هم بالليل ومذلة بالنهار ولابد ايضا ان القرض لا يجر نفعا لا ينضم الى اليه عقد اخر كالبيع وغيره فلا يحل سلف وبيع ولا يجوز دفع فائد على القرض لان القرض الذي جر نفع فهو ربى منهي عنه فعقد القرض جائز بشرطين ان لا جر نفعا وان لا ينضم الى القرض عقد اخر كالبيع لا يقول لي خذ هذا القرض وبيع لي هذه الدار او هذه الدكان حكم السفتجة ايه السفتجة السفتجة معاملة مالية نص عليها الفقهاء لانما كانش فيه في الماضي صرفين كانش فيه صرف انا لي بلد معين اريد ان ارسل اليها المال ففي رجل سيسافر الى هذه البلد اعطيته المال على ان يأخذ هذا المال فيعطيه لاهل كما هو نظير اجر معينة سيأخذ هذا الرجل تحمل مشقة الطريق او ما شابه ذلك او اجرة الدابة هذه قد اباح الفقهاء وهي جائزة لما فيها من منفعة الى الطرفين ايبا هي معاملة مالية يعطي فيها الانسان غيره مالا في بلد ليوفيه ذلك الغير مثل ماله في بلد اخر معين فيستفيد امن الطريق يعني يرسلهم مع رجل ثقة يقول له مثلا اهلي في الصومال اهلي في السودان اهلي في المغرب اهلي في سوريا خذ هذا المال فاعطيهم اياه اعطيته الف دولار هيعطيهم اياه الف دولار كما هو كماهم هذه ليس فيها شيء وتسمى السفتجة لو قال لي والله انا عشان اصل الى اهلك انا مثلا اسكن في مدينة معينة اهلك يسكنون في مدينة اخرى اما ان يأتوهم او اذا ذهبت انا اليهم فليه اجرت الطريق اقول له لك هذا وهذا من حقك لان هذا من المعروف فليس هذا ربا ما يصح في القرض القرض يصح في كل شيء مباح ما يجيش واحد يقول للتالي سلفني البيانو او الكمانجة يقول له لا لابد ان يكون الشيء مباحا وينتفعوا به مثل الالة او الثياب او غير ذلك لكن لو كان محرما كالخمر والخنزير ونحوهما لا وكل ما صح بيعه صح قرضه لان البيع له اربع شروط نتكلم ايضا هذه الجزئية سريعة البيع له اربع شروط لينعقد البيع صحيحا العاقدان البائع والمشتري والصيغة الايجاب والقبول والسلعة والثمن كل واحد من الاربع دول له شرط شروط على السريعة الشرط في العاقدان ان يكون كل منهما عاقلا بالغا وان يكون البائع مالكا لما يبيع لا تبيع ما ليس عندك وان يكون المبيع نجد تكلم عن السلعة الان مما ينتفع به يعني نهى الفقهاء عن بيع ما لا منفعة فيه ولذلك اتكلم بالذات عن الكلب انه لا يجوز بيع الكلب فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم صراحة نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن مهر البغي يعني الثمن الذي تعطاه المرأة للزنا حلوان الكاهن يعني الذي يتكاهن بالغيب ليخبرني يقول الطالع بتاعك كويس انت السنة دي ان شاء الله هتبقى رئيس الوزراء والسنة اللي بعدها هتبقى ملك الملوك ويعود يعني يسرح بي في الغيب وهو كاثب جاهل دجال هذا يعطي غجرة من باب التفاؤل يقول لا هذا لا يجوز فكل ما نهي عن بيعه نهي عن قرض لا يجوز اقراضه فلابد ان تكون السلعة مما ينتفع به وان يكون البائع قادرا على تسليمها ما يجيش يبيع لي سمك في مية يقول لي شايف السمك اللي في المية ده انا بعته لك او يبيع ما لا يملك يبعت في البلكون وشاف سيارة جاره قال له شفت انا بعت لك السيارة دي يلا نكتب العقد ويامل السيارة بتاعته كيف يبيع ما لا يملك الاصل ان يبيع ما يملك وان يكون السلعة قادرا على تسليمها يبقى كلمنا عن العاقدين تكلمنا عن الصيغة ولابد أن تكون الصيغة منجزة عندما أقول بعتك هذا القنطار أو بعتك هذا البراد الذي فيه مثلا عشر طن من اللحم أو من القمح أو الدقيق بعتك هذا وانت سكت وبعدين انفضل المجلس وروحنا هل يتم البيع أنا مؤنت لكش أنني اشتريت فلابد أن تكون الصيغة منجزة في العقد في مجلس العقد بعتك هذا قبلت البيع فالآن يعتبر تم الصيغة العقدان السلعة الثمن ولابد أن يكون الثمن من المباح شرعا من الحلال يعني لا يكون الثمن في السلعة ثمنا باطلا ما يصح في القرد كل شيء مباح يصح قرده إذا صح بيعه ما يجب على المقترد رده لابد على المقترد أن يرد المال مثله لا زيادة ولا نقصان وجينا في إشكالية هنا اللي هي الذي أخذ دولارات مثلا من سنة وأراد أن يردها الآن وأصبح تفاوت في قيمة العملة أو مثلا في بعض البلاد التي فيها بعض الخلافات أو المشاكل تجد العمرة منهارة فمثلا أخذ منه ألف ليرة من عشرين سنة أو من عشر سنوات وعايزوا يردهم دلوقتي الألف ليرة كان زمان تساوي الآن مليون ليرة مثلا فهو كيف يردها هل يردها بمثلها ولا يردها بسعرها عند قضاء الدين لا يردها كما أخذها طب هذا التفاوت في قيمة العملة لا اعتبار له عند الفقهاء درءا لشبهة الربا لأنه ممكن يحصل العكس ممكن المئة زي الدهب أخذ منه كيلو دهب مثلا من عشر سنين لما يجي يرد دلوقتي كيلو ذهب هل قيمته عندما أقرده كقيمته الآن عند رده تختلف القيمة إما له وإما عليه لكن قال الفقهاء من باب الإحسان والإرفاق لمن أقردك أن تعوضه جزءا من الخسارة دون شرط إذا انهارت العملة لكن الأصل لما أخذ منك ألف كورونا أردها ألف كورونا حتى لو بعد سنة ألف دولار ألف دولار مثله بالضبط لا زيادة ولا نقصان هذا درءا لشبهة الربا نيجي الآن لم أسألة أخرى حكم الاقتراض من مال حرام رجل يتعامل مع البنوك الربوية كل تجارته ربا كل أمواله نجسة أو يتعامل في تجارة الخنازير أو تجارة الخمر ماله حرام هل يجوز لي أن أقترد منه قولا واحدا لا يجوز تبحث عن غيره ليقرضك طيب إن كان ماله مختلطا يتعامل بالحرام وبغير الحرام الورع أيضا تركه لكن إن اضطررت فلم تجد سبيلا آخر إلا هو فلك أن تقترد منه والأصل كما قلنا هو الورع لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس اعلم أن كل شيء سألت فيه معنى تلجلج في صدرك الحلال بين والحرام بين عمرك شفت جئت بواحد يجي بيسأل يا شيخ ما حكم الإسلام في الصلاة ما حكم الإسلام في الحج ما حكم الإسلام في الزنا أحلال هو أم حرام هل واحد بيسأل الأسئلة دي يقول لا هذا بين وهذا بين البيع والشرى حلال الصلاة فرض فرضها الله عز وجل الزنا حرام إذن الأمور البينة لا أحد يسأل فيها لكن دائما الأمور التي تقع بين الحلال والحرام هي دي الشبهات الورع تركها كلها طيب إن اضطررت إليها إذن إذا اضطررت عليها فلك أحكام مضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثمع